اشتركوا في القناة والمباراة التانية هتكون في جنوب افريقيا يوم ستة او سبعة مارس طيب كده خلصنا بالجزء الخبري العادي ولكن النهاردة بداية من الصبح او مش من الصبح الحقيقة بداية من اول ما النادي الاهلي تأهل الى دور التماني لما جينا نعمل سيرفي كده بنسأل معظم الاهلوية سواء انا او فريق الاعداد او اي حد او حتى اللاعبين معظم اللاعبين اللي كلمتهم بشكل شخصي لما كنت بتيجي تسأل اي حد من الاهلوية كان بيقولك انا نفسي لعب سانداونز انا عايزة لعب سانداونز لما كنت بتيجي تسأل حد من اللاعبين وده اللي بسطني ده اللي مخليني متفائل جدا وعندي حماس جوايا غير طبيعي يعني انا نفسي يوم ستة او سبعة مارس ده يجي باي طريقة لانه في النهاية انت في طريقك الى البطولة البطولة ان شاء الله يعني النهائي وتلعب النهائي وتكسب النهائي هي دي البطولة للمفروض اي حد في العالم بيكسب بيكسب بطولة بهذه الطريقة فببقى سعيد جدا ومبسوط جدا لما بشوف ردود الافعال وبعرف قد ان الاهلوية دي الاهلوية دول ناس جميلة جدا وناس عارفة هي عايزة ايه من الدنيا ومن الحياة وعايزين نكسب البطولة وفي نفس الوقت عايزين نكسب كل الفرق اللي حلعبها اي فرق حلعبها فبالنسبالي اول سؤال اول ما بدر على ذهني خلال الفترة اللي فاتت اي حد من الاهلوية بيسألني يقول لها كابتل اسلام انت نفسك تلعب مين لو انت بتلعب لو انا بلعب نفسي لعب مين سانداونز سانداونز من غير اي تفكير يعني لمجرد ان انا هل ممكن افكر في الترجي في الرجاء لا ما بكنش بفكر في الحاجات دي خالص ولكن كنت بفكر في جنوب افريقيا في سانداونز زي زي معظم جمهور النادي الاهلي ان ما كانش كله زي زي كل لعبت النادي الاهلي او معظم لعبت النادي الاهلي ان ما كانش كلهم زي زي كل الناس اللي بيحبوا النادي الاهلي وانا متأكد ان احنا عندنا مجموعة من اللاعبين بيحبوا النادي الاهلي اكتر من اي حد تاني ودي ميزة اللاعبين اللي موجودين في هذا الموسم ميزة اللاعبين اللي موجودين في الموسم اللي احنا موجودين فيه دلوقتي ان كلهم كلهم سابوا فلوس كتير قوي عشان يجوا النادي الاهلي مش هقول اسماء ولكن حضراتكم عارفين هذي الاسماء وبالتالي انا بنتظر يوم 6 او 7 مارس زي زي اي اهلاوي والنهاردة انا هتكلم بدون اي حسابات وبدون اي دبلوماسية الحقيقة الماتش زي ده وبعد الصورة اللي حنزلها لكو دي نزل لي يا سامير الصورة لو سمحت اكيد كل من يتابع انستجرام او تويتر او اي موقع من موقع التواصل الاجتماعي اعتقد ان هو شاف الصورة دي وريني الصورة سامير طيب ده حارس مرمى نادي سانداونس طبعا كل جمهور النادي الاهلي مشاير هذه الصورة الصورة دي الحقيقة بتقول ايه معناها ايه ان النادي الاهلي وانا هنا هتكلم عن الاهلي ولكن الزمالك برضو فريق مصري يعني برضو اللي بيحصل او الصورة دي معناها بلدي حد بيتكلم على بلدي فانتخيلوا بقى جوة بلدي بيتكلم عن النادي الاهلي الزمالك طبعا اكيد حيعرفوا يردوا على هذا الكلام ولكن هم دلوقتي برا الموضوع هم دلوقتي حيلعبوا الترجي نادي الزمالك حيلعب الترجي فخلينا اقول لحضراتكم ان الحارس بيصخر بيصخر حارس مرمى نادي ساندونز بيصخر من النادي الاهلي الحقيقة انا شخصيا لو شفت الصورة دي لو انا شفت الصورة دي وكنت بلعب حتمنى حتمنى ان انا شوف الملعب ومش بالنرفزة مش بالعصبية مش بالضغط مش بالتوتر لا بكرة القدم اللي النادي الاهلي بيلعبها بكرة القدم لان النادي الاهلي كبير مش بالكلام للمرة المليون بقول هذا الكلام الناس معظم صفحات اللي على السوشيال ميديا لمن تنتمي لناس ما بتشجعش النادي الاهلي عمالين يشتموا فيا بقالهم يومين ثلاثة انا طبعا ما بردش على هذا الكلام لكن انا جماعا ما باجي اتكلم بكلم بالحقيقة وبالمنطق وبالارقام وبالعقل انا ما بتكلمش مجرد ان انا عود اقول اهابهاب بالكلام او اقول اي كلام وخلاص لا انا لما بطلع اتكلم ببقى عارف كواه سيئة او انا هقول ايه وعارف ان انا لما اقول عندي الاهلي كبير هو الكبير فعلا هو بطل القارة بالارقام بالتاريخ بالبطولات بالكذا بالكذا بالشعبية بكل حاجة